تبليط الشوارع الأسود الذي تورطت السفر عليه أجيال متعاقبة يوشيكوانيا استسلم للون الأبيض حفاظا على البيئة وخفضا لدرجات الحرارة هكذا يرى فريق علمي في لوس انجلس بولاية كاليفورنيا حيث أطلق مشروعا تجريبيا منذ العام 2014 لتبيض اسفلت الشوارع اختبرنا حرارة التبليط بعد إكسائه باللون الأبيض درجة الحرارة كانت 120 فارنهايت في نفس الوقت أظهرت قراءة للأسفلت الأسود في نفس المنطقة 143 درجة الفارق كبير بلدية لوس انجلس التي تخطط لإكساء 1500 مربع سكني خلال العقد المقبل ترى أن تبريد المدن الكبرى ينطوي على أهمية بالغة فهو يتزامن مع تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري المثيرة للجدل والقلق ويبدي المهندسون تفاؤلا كبيرا بنتائج التجربة في حال نجاحها وتعميمها على مدن أخرى المواد المستخدمة في الطلاء الأبيض هي نفس المواد المستخدمة في أسفلت التبليط لكن الطبقة رقيقة جدا حتى تبدو كأنها طلاء طبيعي كما أن تركيب موادها ينسجم مع معاييرنا والطرق المكسوة بالأبيض لا تسبب الانزلاق المشروع رغم مرور خمس سنوات عليه إلا أنهما يزال في طور التجريب وثمت أسئلة كثيرة تثار حول منافعه أو أضراره المحتملة لكن الأمور إذا ما سارت كما هو مخطط لها فإن مدينة لس انجلس ستذهب خطوة أبعد بتبريد سقوف المباني وممرات المشا عبر طلائها باللون الأبيض